ترك الاقتصاد الرقمي ومبادرة الحزام والطريق لذان طرحهم الرئيس شين طباعا عميقا علي وتطورت مبادرة الحزام والطريق من دغرافية إلى رقمية كيف يمكن لشركات التكنولوجيا الفائقة الصينية الخاصة أن تطبق التكنولوجيا الصينية لأكثر تقدما على الدول الواقعة على طول الحزام والطريق هذا مهم جدا للتنمية المستقبلية إن وباء فيروس كورونا الجديد والحماية وخاصة الحماية وحادية الجانب أدت إلى كثير من العقبات ويجب على أي دولة تريد تنمية توسيع الانفتاح على العالم الخارجي من المهم جدا تعزيز تنمية المستدامة للعلمة العالمية وقال الحضرون في المنتدى إنه في الحقمة ما بعد الوباء تعادل تعددية والتواصل والترابط والعمل المناسق مفاتيح حاسمة للتنمية المستدامة يمثل منتدى بوء الأسيوي براورا لتضامن وتعددية وتمتلك الدول الأسيوي حدفا مشتركا لتعزيز الرخاء والنمو هذا هو سبب بأنه عندما تواجه الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم تحديات اقتصادية كبيرة يمكن لدول الأسيوي تضامن لمكافعة الوباء معا وهذا هو تفسير لروحة عددية